أبرز الإنجازات المرتبطة بالإنجاز الأكبر لفلسطين اللي هو الاندمام للعضوية المراقبة بالأمم المتحدة هناك قرار بالتوجه قرار على مستوى رئاسي وقيادي ولجنة المتابعة اللي عم بتتابع ماذا بعد قرار الأمم المتحدة بالتوجه نحو طرح موضوع توقيع على اتفاقية سيداو اتفاقية سيداو كانت من ضمن الموضوعات اللي اعتمدت لمتابعتها في الأمم المتحدة وأعتقد هذا هام جداً لأنه هذا الإطار العام لحقوق المرأة الفلسطينية دخول صف واسع من النساء للمجالس المحلية بعد خبرة السابقة والاستفادة من دروس التجربة السابقة بالتأكيد وممارستنا للعملية الديمقراطية في المجالس المحلية هذا أمر بغاية الأهمية بشوفها قانون حماية الأسرة أو قانون حماية المرأة عملياً والطفل اللي هي الأسرة اللي خلال الأسبوع القادم رح يرفع إلى مجلس الوزراء ويوضع على طاولة مجلس الوزراء وأيضاً نظام تحويل النساء المعنفات لأيضاً منها نرفعه كوزارتين لمجلس الوزراء لأنه هذا بحدد مسؤولية كل جهة جهة اختصاص في مجال الحماية بحدد الأدوار بمعنى الصحة الشرطة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية وحتى وزارة شؤون المرأة فبالتالي بحدد الأدوار والمسؤوليات ولما يصبح متبنى من مجلس الوزراء هذا أهم جداً أنه ممكن بعض القضايا تأخذ بقرار بقانون زي ما صار بموضوع اتفاقية سيداو زي ما صار بالموضوع اللي إلى حد ما أنجزنا فيه مش كتير تعليق العمل بالنص اللي بيحكي عن القتل على خلفية جريمة الشرف أو العذر المحل يعني أنه ممكن من هون لحد ما يصير قانون الأحوال الشخصية اللي من الإنجازات أنه تشكلت لجنة هذا مهم جداً كمان يجري الحديث فيه أو نحكي فيه أنه تشكلت لجنة ومفترض يتم ضغوطات وتفاعل مجتمعي حول أي قانون أحوال الشخصية نريد وهذا صار في حراك حوله تقرر وهي ضمن الإنجازات مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وطنية عليا بترأسها وزارة شؤون المرأة إحنا منشارك فيها كوزارة شؤون ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات شريكة حتى يتحول هذا القرار لإطار قانوني خاصة إحنا هلأ عضوية منقدر بناء عليها نتقدم للأمم المتحدة بتقاريرنا إطار قانوني اللي من خلاله ومن خلال إثارة قضايا اجتماعية نثير قضايا انتهاكات الاحتلال للمرأة الفلسطينية للطفل الفلسطيني في قضايا عديدة ترد في نص قانون 13-25 سواء لها علاقة بالصحة، الصحة الإنجابية، بشكلات، بالتعليم وغيرها لكن ربطها بانتهاكات الاحتلال وتأثير انتهاكات الاحتلال على حقوق المرأة بهذه الجوانب المختلفة هناك حراك هام بالحركة النسائية لكن للأسف متفرق مش مربوط، مش مربوط بإطار برنامج دائم يربط ما بين الاجتماعي والوطني هناك مهام أنا برأي متفرقة وانجزت في إطار عمل الحركة النسائية في الميدان لكن ما زالت متفرقة وما زالت أقرب، وهي بإطار النقد وما يجب أن نكون عليه أقرب إلى مشاريع، إلى فكرة البروجيكت اللي بينتي بفترة زمنية منه إلى برنامج عمل دائم واستدام مشينا في موضوع كتير مهم أنا برأيي الإرث وحق المرأة في الإرث والتوعية الجماهيرية بحق المرأة في الإرث اشتغلت عليه مؤسسات نسائية كل الاحترام إلها هذا الموضوع مفترض يتواصل، ما يكونش بحدود بروجيكت هاي الفكرة أو مشروع لفترة زمنية محددة مفترض يكون ضمن برامج العمل الدائمة اللي دائما كنا نحكيه بالحركة النسائية تأنيث قضايا الصراع مع الاحتلال قضايا النضال نعطيها بعدها الاجتماعي اللي فيه انتهاك لحقوق اجتماعية من بوابة فضح الانتهاك للجانب الوطني ممكن بحاجة احنا الاستراتيجية توضح فيها مزيد من الرؤى اكتر وانا بعتبر استراتيجية عمل المرأة هي جزء مفترض تكون من استراتيجية وطنية شاملة في المجتمع يعني انا مرتبطة بعضها تحديدا لشعب تحت احتلال يعني هذا موضوع دوما يطرق في الندوات واللقاءات انا اللي بقوله انه فيه متفرقات لكن فيش اشي موحد يعني فيه اشكالية انا بشوفها لعبة الحركة النسائية فيها دور لكن ماكملتوش كان هيك يعني فينا نقول افشات اللي هي دورها بانهاء الانقسام ترجمة نانسي قنقر